اشتركوا في القناة شبكية العين عند مرضى السكري هو تظهر للعوعية الدنوية المغضية لشبكية العين عند مرضى السكري الإصابة عادة تكون في العينين بجوج وكلما طالت الإصابة بمرض السكري كلما كانت الإصابة لشبكية العين أخطر وعادة ومزيدكم رجالي عنده 15 عام جلال المرضى جلال السكري خصو يزور الطبيب لأنه باش ممتع طالت عليه لمشكلته كبير حينت هذا المرضى السكري تدخل مع ملعبها الناس هو فيق فيق مع الطبيب إذا الأعراض اللي ممكننا نشوفه هي ألام مفاجئ في العين ضعف مفاجئ للبصار أو مشاهدة أجسام متحركة في مجال البصار المشاكل اللي كتزيد من خطورة هذا المرض هي التدخين الحمل ارتفاع الضغط الدموي وارتفاع نسبة الدهن في الدم ايه يوما نقولها ونعودها مرة مرة الإنسان خطو يزور الطبيب أجي وباش بنندوي هادشي قصي الطبيب بالنسبة للعلاج العلاج للول هو وقائي كلما كانت نسبة السكري متوازنة عند المريض هذه هي الحماية الأولى لمضاعفة داء السكري على شبكية المريض العلاج الثاني هو علاج بالليزر لاعتلال الشبكية واللي كيحمي من تدهور البصر وكخلاصة مرض اعتلال الشبكية عند مرضى السكري ممكن أنه يؤدي إلى العمل لا بالعربية تعربت لإنسان يدعي في عينه ولا تبقى قبله أشهد واشهد والحمد لله اشتركوا في القناة